قصة ذلك الرجل الذي فقد ابنه الذي كان يعتمد عليه بعد الله عز وجل ويكون من شأنه أن يقضي حوائجه فذهب ذلك الابن إلى خارج المدينة فتمكن منه أعداؤهم فأسروه فكان ذلك الحدث مصيبة عظيمة عليه فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب من المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يوجد له حلا في ذلك فأمره صلى الله عليه وسلم أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فعاد الرجل إلى بيته وأخذ تلك الوصية التي أوصى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم له ولأم الولد فقال لمرأته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول يعني لا يوجد تحول أو تغير في أمور الكون ولا يمكن أن توجد عند أحد من الخلق أي قوة إلا أن تكون تلك القوة من المدد الذي يمده الله للخلق مما يجعل القلوب تعتصم بالله وحده وتعود إلى الله جل وعلا وحده فقالت الأم نعم ما أمرنا به فجعل يقولان ذلك ويكثران من هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فتمكن الإبن من الهرب من ذلكم العدو حيث غفل العدو عن ذلك الإبن فكان هذا من أسباب هروبه بل إنه ساق أغنام القوم وجاء بها إلى أبيه وهي أربعة آلاف شات ترجمة نانسي قنقر